اهلا تعال تعالي سيت الكل تعالي ماما تفضلي تعالي تخلي ايه ولا ماما ملك واقف هدومة مبدولك الى لاه مفيش حاجة ده دم المطبخ يعني كنت ببشطب كده طبع انت رأي كانوا مابودين جواه في المطبخ من مبارح يعني انت عارفاني بحب المطبخ بيبقى نضيف زي الفل يعني فتلاقهم 13 رايش وقت مية كده بتحب المطبخ نضيف؟ هو انت ابن عشان تحب المطبخ نضيف؟ انت لها تنضف المطبخ ولا ايه؟ مالفل المحروصة الهان المراتك ما انت عارف يا حاجة بقى ان هي موظفة والوقت هي في الشغل حبيبي انت شايف الساعة في دك كام؟ الساعة 6 هيقل لي في الشغل شغل ايه حبيبي للساعة 6 ده؟ تعالي بس يا حاجة تفضلي عود جوا بس كده ونتكلم اه يا ميل اتبختك في ابنك يا ميل اتبختك يا سعاد في ابنك صدق بالله انا بجيلك هنا البيت بتحرق دمي او الله العظيم عشان بحس انت العمل زي المرمطون هنا في البيت مش هي ما انت عارف حاجة بقى ان هي بتساعدني يعني في البيت يعني وكده وفي مصاريف البيت انت عارف العيال وطلباتهم وحاجتهم والمرتب بتاعي بقى المرتب بتاعها بماشي الدنيا وما له يا اخوي ما كل الستات بتساعد جوازات او انت يعني المرتك الوحدة اللي شاملولة يعني في الستات كلهم تعال يا اخوة افتح كل بيت كده وشوفها كاي الستة عملة تساعد الراجل سواء كب بتشتغل او ما بتشتغلش ولا بتشتغلش بتاخد مصروف من امها واباها برضو بتساعد في البيت اهي الانجاز اللي امرتك بتعمله يا اخوة وفيه ستة تانية غيرها ما بتعملهوش ما كل الستات بتعمل كده بتشتغل زي الطحونة في البيت وبردو في الشغل برضو بتشتغل زي الطحون لكن ما اشوفتش انا رجالة بصراحة يعني توقف في المطبخ تخسمها وعين وكبيات الاعشان السترهانة ببرا في الشغل ما تتصل عليها يا خالد شوفها تأخرت ليه ولا انت موافق وراضي يعني اي طبعات شغلها حد تبعات شغلها كده لازم تتأخر يعني وتخلص شغلها وما لها تعمل ايه طبعات شغلها ايه يا حبيب لكل الموظفين والموظفات بخروجوا من الشغل بتاعهم الساعة اثنان مراتك يعني هي اللي نطلق اللي فيهم تقعد للساعة اربعة والساعة ستة اه يا ابني مما ما تشوف مراتك فين يا خالد تتصل عليها وتشوفها يا فانها مصيبة بعين شغل ايه اللي يفضل قعد للساعة ستة بالليل كده ليه ان شاء الله بابا انا جاءت اوه وعايز اكل اه ما تشوف الستهان انفان يخت عشان تحضر لك الاكل اصلاها مش موجودة وبكل الوقت تلاقي هو هو كمان اللي عيدخل يبط بخلوكم طب روح روح بس يا شايمال وانا جيب لك الاكل حضر يا بابا طول ما انت رضي كده هو وسعيبها مطلوقة برا في الشارع وانت هتفضل عمرك متاعف تحكم اه عشان انت نبدل لدوار اوه الله انت معامل نفسك الست يا اخوية هنا في البيت وهي يعني لنفسها الراجل هي تنزل يا اخوة من صباحية ربنا الساعة ستة الصور ما تجيلكش لساعة تسعة بالليل وانت اعيدلي كده اهو في البيت تاخد البيت ديت ودها الدنس تاخد البيت ديت ودها المدرسة ديت تجيب دي من الحضانة هي تدخل تعملهم الاكل الوضع اللي انت فيه ده مش عاجبني مش عاجبني الوضع اللي انت فيه ده مما يصحش كده يا حاجة مش نظريتي يعني راضي ولا مش راضي بس يا طبية تشغلها يعني صعب كده والعيال يعني بيبقوا عايزين ياكلهم يعني سيبهم جعانين مما هدخل يعني نشوف لهم اي اللي لهم ما ياكلوها وهي ما تحضرش حاجتها ليه من بالليل طبعا ما عارفة انها تتأخر بالمنظر ده وبعا انت سيبك طول اليوم عاعد لوحدك في البيت انا الراجل يقبل على نفس ان هو يقعد في البيت كده زي زي المصمار كده الواحده في البيت يقعد يخدم في عياله وخلاص وهي تبقى بره بتشتغل انا الراجل يقبل بكده انت قبل ليه حياتك بالوضع ده ليه ما بتاخدش موقف من الاول كده اول ما لقيت انها بدأت تتأخر للساعة 9 والساعة 8 بالليل ما خدتش موقف ليه وقلت لأ ما ينفع عنيش النظام ده في البيت يتاخد اجازة يعني ما تجي زي كل الموظفين ما بيرجعوا من شغل بتاعهم هي الوحدة يعني اللي هي يعني هتاخد مرتب زيادة يعني عنهم لا والله حاجة ما bringing مرتب زيادة ولا حاجة بتاخد زيهم يعني عادي اما هو عادي يا خوي وما فيش مرتب زيادة ولا حاجة قبل بالوضع ده ليه بعد ده انت يا خوي خارج من بيت كلهم موظفين أمك موظف وابوك موظف حتى اخواتك كمان توظفه من فهم يا خوي برجع بالليل كلا من متأخر من شغله سواء راجل ولا ست حتى والله ولا في اي حد يفهم برجع متأخر كده ده انا كانت يبقى لي انت سودة لو رجعت الساعة اثنين ونص بس مش الساعة اثنين مش شوك مش انت للساعة ستة وهي لسه بره وانت اعيدلي هنا حاطت على قلبك مراوح وقايفلي في المطبخ تخسل المواعين طلاص فيه طبعين من امبارح ما خسرتهمش هي ليه يا اخويا قبل ما تنزل الصبح شغلاه ما عملتش اكل الليل اعيانها من بالليل خلاص بقى يا حاجة بقى ان خدت على الوضع كده بقى مما تعدش كل شوية بقى تتكلميني في نفس الموضوع يعني وكل ما تيجي انت ودعوت تخاني معايا في نفس الموضوع نفس الموضوع انت يعني اغيرت يا اخويا من وضعك ولا عملت حاجة لنفسك ما يا اخويا اما لما انا شايف الراجل اللي انا جاي بقى عاملت زي ستة في البيت اقول ايه بس يعني والله صرف ازاي حرام عليك يا ابني حرام عليك تعبتني ايه الريحة دي يا وله انت حط حاجة على البوتجز ولا ايه او ايه الريحة دي ده اللحمة حاجة ايختي اللحمة شكلاك كده اتحرقت قد الخبع عليك نسيت اللحمة كده اتحرقت ده اللحمة يا اخي والشيل فلون دلوقتي اه تبعا قلت لك قبل كده منتش واخد على وقفة المطبخ يا ابني تقولي يا سعد مراتي يا اخويا سعيدها بس سعيدها في حاجة معقولة لكن تقف في المطبخ تخسلي موعين وتطبخ اخذك حرقة اللحمة يا خوي شوف بقى هيكله اه خلي ست الشامنولة تجي من الشغل بقى تعلق على الاكل تاني تجي تتفرج تجي تتفرج اللي عايزة رجالة وعايزة خلفة صبيان تجي تتفرج يا اختي على خلفتي حصر علينا اقولك اه مفيش فات رجالة اه مفيش فات رجالة بس ده شغلهم يا حبيبتي اكلهم واكل عيشهم ورزقهم لكن ابني موظف قد الدنيا موظف قد الدنيا ومتجوز ومخلف المفروض مراته هي اللي تاخد بالها من بيتها وعيالها مش هو مرحبا السلام عليكم يا حبط الله وبركاته وازايك يا ماما اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالستة الموظفة اللي لسه بتفكر تجي الساعة سبعة بالليل ده ايه الريحة دي يا مصطفى في ايه وفي حاجة اتحرقت عندك ولا ايه اه اللحمة اتحرقت تعال بقى ادخل المطبخين تبقى شوفها تعمل ايه لعيالك طيب طيب هسلم على ماما وجيلك ما تقلقش ازايك يا ماما عامل ايه واخبارك ايه واخبار سحيتك ايه ووشك خسس كده مش عاجبني مش مشكلة ياختي المهم ان هو يبقى عجبني عنه هو الحمد لله عاجبني المهم ياختي خلي بالك انت بس بين بيتك وعيالك وجوزك ليه ماله ماله بيتي وعيالك وجوزهم هم زي الفلهم مالهم او ايه مالهم ياختي مالهم من الساعة سبعة من صباحات ربنا من الساعة ستة للساعة سبعة وستاتك بره البيت هو ايه وظيفة بتاعادك للوقت ده وظيفة ايه ما بيتك اهم وبيتك اولة حتى لو كنت بتساعد في البيت ما كل ستات بتساعدي حبيبتي في البيت انت بتعمل ايه زيادة عن اي ستة يعني والله انا شايف ان انا طالما متفق مع جوزي ومتفقين مع بعض وعرف ان احنا بنعمل ايه اظن محدش ليه دعوة بصراحة بحياتي ولا ليه اي حد حق ان هو يدخل في حياتي طالما انا وجوزي منتفقين على حاجة في البيت خلاص والله هياختي اللي هو عايزه ان هو كان عايز يمشي بيته وخلاص مش عايز يعمل مشاكل على طول بس مش معنى كده انك تسوقي فيها هياختي وكل شوقت تنفططيلي كده اهوت وترجع علي ما تأخر البيت وسايبة كل حمل البيت على جوزك انا مش عايز اكلم امك واشتكلها بصراحة من الوضع اللي انت سايبة فيه عيالك ده اللي عايز كل شوية يجوا ويقولوا لابو ما احنا جعنين وانت يفين سياتك بقى شاتك في الشغل اه سلامات يا شغل والله انا شايف انت راما جوزي راضي وانا راضية محدش لي دعوة يعني من الاخر يا حماتي ملكش علاقة بحياتي انما كانش ليه علاقة بحياتك يحتي فلا ليه علاقة بحياة ابني وحياة عيال واحفادي اللي مفروض ان انا اسأل عليهم والطامن عليهم ولما جيت هنا البيت لقيتهم معدين جعنين اعمدت اي احتي بالشغل بتاعك ادي حرق اللحمة جول انه اصلا مش واحد على وقفة المطبخ انا كان طول عمر مخليا راجل راجل بيشتغل في وظيفة انتي يحتي لما اتجوزك خلاتي يحتي يدخل المطبخ ويساعدك في حاجة البيت عشان سياتك ما انتش قدر ويساعدك عادلة طول اليوم برا في الشغل حضرتك عارفة مصاريف البيت ده قد ايه حضرتك عارفة البيت ده بيصرف قد ايه حضرتك بتعرفيش اي حاجة عن حياتي عشان كده بقول لي حضرتك ما تدخلش في حاجة عشان انت بتعرفيش مصاريفنا قد ايه ولا البيت ده عايز مصاريف قد ايه احنا الحمد لله موظفين بس بنساعد بعض هو بيدفع في حاجة وانا بيدفع في حاجة وشغل شغل متطالب ان انا اقعد برا وافضل عدل وقت طويل برا انا مش بلعب ومش بهزر ومش خرجها في كافية عدل مع اصحابه وسايبة بيتي وعيالي باشتغل زي اي موظفة كده ما بتشتغل بس حضرتك ناس انا وراك بيت وعيال وجوزك محتاج اهتمام عشان ما ترجعش بعد كده اتعياطي وتقولي جوزي عارف واحدة تانية ليه انا يا بنتي بديك نصيحة عشان تاخدي بيها انا كل هم ان بيتكو يمشي عادل زي ما بات البيوت ما هماشي لكن اللي اتحد التبديل الادوار دي مش حلوة حتة ان الستيال تتأخر برا البيت وهي اللي تقدم عظم وقتها في الشارع والراجل هو اللي يقضي وقته جوه البيت ده حاجة مش طبعية ولا من هي من عادتنا ولا من تقاليدنا اصلا بناتك محتاجينك محتاجينك اكتر ما هم محتاجين ابوهم المفوض يبقوا قريبين لك انت ما يبقوش قريبين لابوهم عشان انت الست وهم بنات محتاجينك لكن ما فكرة بقى عشان خطر انت بتساعد في البيت يبقى من حقك تتعود الوقت ده كله والله العظيم كل الستات بتساعد اجوازاتهم في البيت ماديا وكل حاجة لكن بقى تهميلي عيالك وبيتك وتقولي الوظيفة وبساعد في البيت تبقى غلطانة وما تدورش على بيتك بعد كده لما تلاقيت هد ولا ايه رأيكم احب اعرف برضو رأيكم في التعليقات هو انا صح ولا هي اللي صح الستة اللي تفضل قعدة بتشتغل ومقضيها طول الوقت وبرى البيت عشان خطر الوظيفة عشان خطر يا بتساعد في البيت هي اللي صح ولا انها تقعد في بيتها وبردو تشتغل وتبقى موظفة وكل حاجة بس برضو بالمعقول زي اي موظفين ما بيشتغلوا يعني بنزلوا الساعة تمانية ورجعوا الساعة اثنين قولولي بقى ايه رأيكم اشتغلوا